من جانبه أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء فادي أشماري أن الحكومة اتخذ سلسلة من التدابير الدبلوماسية والأمنية والعسكرية لضمان الالتزام بسياساتها تجاه الحرب الأقليمية وذلك عبر منع استغلال أرضه أو أجوائه في عمليات عسكرية أو أمنية لما يترتب على ذلك من تفاهم أو تفاقم الأزمة وتوسيع دائرة صراع المنطقة إلى العراق مستشار السوداني أشار إلى أن الحكومة العرقية ملتزمة بالنهج الدبلوماسي في مواجهة التصعيد المتزايد في المنطقة وكثفت جهودها مؤخرا عبر حوارات مع شركائها الدوليين ودول الجوار وفي إطار مسعيها لخفض التوترات وإيقاف العنف وعقد المباحثات التي تمهد لوقف إطلاق النار في جميع الجبهات ترجمة نانسي قنقر